لكن نفس الجامعية العمومية يوم 26 نوفمبر 1926 شهدت اقتراح من اهم الاقتراحات في تاريخ النادي الاهدي طولي الاقتراح المقدم من حضرة اسكندر فهم يا فندي عضو النادي بشأن انشاء علامة للنادي فوافقت الجامعية على تنفيذ ذلك واحلته الى اللجنة التنفيذية لاجراء اللازم فورا العلامة يعني شعار والحد الوقت ده ما كانش فيه شعار للنادي الاهلي وكانت فنينلة النادي الاهلي من غير شعار وكان بيكتب عليها ان اس سي ودي الحروف الاولى لاسم النادي الاهلي باللغة الانجليزية National Sporting Club وفعلا تم تصميم اول شعار للنادي الاهلي وزي ما انتو شايفين قدامكم على الشاشة الشعار عبارة عن دايرة بلون الدهبي على خلفية حمرة بلون فنينلة النادي الاهلي في الجزء الاعلى للدائرة الهلال والنجوم التلاتة ودول متخدين من علم المملكة المصرية في الوقت ده وفي النص مكتوب الاهلي ان اس سي ومكتوب في الجزء الاسفل للدائرة للرياضة البدنية يا ترى اسكندر فاهمة فندي كان عارف ان فكرته دي هتكون من اهم الافكار اللي طرحها اعضاء الاهلي كان عارف ان الشعار ده هيتغير تلات مرات ويتحول لعلامة تجارية للنادي بتدر عليه اموال هائلة اشتركوا في القناة